رغم أن التضخم كان معتدلا منذ أن بلغ ذربته العام الماضي في الولايات المتحدة إلا أنه من المرجح أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة أكثر من المتوقع يقول رئيسه جاءت البيانات الاقتصادية الأخيرة أقوى مما كان متوقعا وما يجير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة من المرجح أن يكون أعلى مما كان متوقعا في السابق في شهادته أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ يقول باول أن عملية إعادة التضخم إلى 2% لا يزال أمامها طريق طويلة ولن تكون هذه الطريق ممهدة كان باول قد قال في وقت سابق أن عملية تخفيف التضخم قد بدأت رغم أن المعركة ضد ارتفاع الأسعار لم تنتهي بعد معركة يختلف الأعضاء في الشيوخ حول سبل الفوز بها خاصة وأن رفع أسعار الفائدة سيؤدي الارتفاع البطالة يتخوف كثيرون إذا كان تاريخ صحيحا من دون مساعدة لخفض التضخم من 6.4% إلى 4.4% فإن معدل البطالة سيرتفع إلى 7% واعتمادا على التاريخ إذا كنت ستخفض التضخم إلى 2% فإن البطالة سترتفع إلى 10% انخفض التضخم في يناير الماضي إلى 6.4% بعد أن تجاوز معدله السنوي منتصف العام الماضي 9.1% ومع ذلك كان هذا الانخفاض أقل من المتوقع ورغم هذه الأرقام استمر النمو الاقتصادي ونمو الوظائف أسرع مما كان متوقعا حيث أضاف شهر يناير الماضي أكثر من نصف مليون وظيفة وكانت البطالة عند 3.4% وهو رقم غير مسبوق منذ ستينيات القرن الماضي آخر تقرير من الاحتياطي الفيدرالي إلى الكونغرس كان في يونيون منصرم قبل بدء حملة لرفع أسعار الفائدة لمستوان غير مسبوق منذ ثمانينيات القرن الماضي إجراءاتنا فتحت الباب أمام جدل مستمر في ظل استمرار تضخم في الولايات المتحدة ريمة أبو حمدية العربي وعشة ترجمة نانسي قنقر